السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دي صمدي هل نهار شاء الله نقدمه حل الحلقة ديال أسباب البول الأحمر أو البول المذمم عند الألانب وكذلك علاجه إذن أول سببا نهضر عليه وهو المياه الجوفية المياه الجوفية وهي مياه ديال الأبار يعني الماء ديال البير الناس اللي كينين في العربية وعندهم الأرانب كيعانيوا بزاف من هاد البول المذمم والسبب كيكون هو أن المياه ديال البير حتى هي كتأثر بشكل كبير في هاد المرض هاد كيلقوا أن ديما من فترة من حين إلى آخر كيلقوا البول ديال الأرانب أعزكم الله أنه أحمر اللون دياله أحمر مدمم إذن هذه نقطة من النقطة نقطة ثانية وهي الناس اللي كيقول لك لا الأرانب ديالي أنه ما كيعطيهم مش الماء يعني كيعايشين غي هكاك وشحال مواحد في الكومنتير قال باللي الأرانب ديالي ما كيشربوش الماء باتاتاً وهي الحقيقة ديال أنه ما كيشربوش الماء وهي أن الأرانب يالورا مشي كيشربو الماء مشي مشي كيشربو الماء وإنما الماء ديالهم كياخدوه من النباتات الخضراء النباتات الخضراء كيكون فيها واحد النوع ديال الماء صافي مسكي الأرنب كيعيش بذيك يعني الكيمية القليلة اللي إحنا كنعطيوها له اللي مخلطة مع النباتات ما كي موتش في اللئ عطش ولكن أنه كيبقاه عندو هاتي المشكتل هاتي المرض ديال البول المدمم أو البول الأحمر وههاتي العملية احنا كنقولوك في اللغة ديال HARANIب كنقولولك تعطيش الـ HARANIب و kro Billie تعطيش الـ HARANIب را كيأططر بزاف على الصغار خصوصا و كيأططر على الحوامل و كيأططعتها بشكل كبير و بشكل رسمي على المرضعياء هني تخيلوا أن الحليب مناش غادي تكون ممكن أنه يتكون كما قلنا في حلقات سابقة من التفاف من المعدنوس من السيكالين اللي كيكون فيها ديال الخاص بالحليب ولكن الحليب يعني عموما خاصوا الماء خاص الأم نعطيهها الماء الماء صالح للشرب يعني ما شي ديال الآبار نعطيهها الماء وكونوا متأكدين أن الحليب راكي تزاد عندها من الماء من حيلوش عليها الماء ونقولوا باللي اللارة غادي الحليب ديالها يكون مزيان إذن ضروري من هاد النقطة ديال يعني الماء بالنسبة للأناني بخص يكون بشكل يومي لدينا دي نقطة من النقطة كين نقطة أخرى وهو اللي يسمح لهم بعد الشركات ديال السيكالين عشنو كيديرو 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 العلف ديالهم كيديرو في واحد نوع كيديرو في واحد نوع ديال السبغيات يعني هم عارفين أن هاد الشركة كيأثر على الألانب وكيديرو يعني لالسيكالين ديالهم كيكون بش يحميوه من من التلف وكيحميوه من الرطوبة كيديرو واحد من 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 السيبغيات. وكيقول لي المدة اللي غادي يضربها مثلاً فكتلقى واحد سيكالين كيدلو التاريخ ديالو قريب يكمل يعني كيدلو لك فيه مثلاً غي تلت شهور يعني كيدلوك التاريخ ديال الإصدار وتاريخ ديال انتهاء انتهاء ديال التاريخ كتلقى مثلاً شهرين تلت شهور النوع أخر كتلقى فيه عام عام سنة اسموا الفرق بيناتهم وهو أن المواد الحافظة المواد الحافظة إذا مشت تدارت كيطول في المدة ديال السيكالين ما غديش يضيع وإنما المشكل فين كيوقع أن البول كيولي أحمر يعني هذيك السبغيات كي أكثروا على الجهاز الهضمي ديال الأرانيب ديالنا إذن هذي كنقط يعني هي في حقاقة تصابر أخطاء أخطاء أخصاً نفهموها ولكن اسموا كيفاش غدين نجاوزوا هذي الأخطاء أول حاجة باش نجاوزوا هذي الأخطاء هذي وهي الويقاية الويقاية خير من العلاج يعني إذا نفهمنا هذي النوقات شنو هما ممكن أننا نجاوزهم وما يكونش عندنا هذك المشكلة ولكن احنا نقولو هاد البول الأحمر يعني طول مثلاً الأسبوع الأول أسبوع التاني وباقي نفس المشكلة لكن باقي المشكلة كيأثر بزاف على الخصوبة يعني لا بالنسبة للذكر لا بالنسبة للإيناس الإيناس ما كيبقوش عندهم خصوبة عالية والذكر كذلك اسمو هو الهدية الهدية إن شاء الله دي الحلقة دي دي دو صمودي ندي ما كان نعودكم على الهدايا هذي هدية مئة بالمئة إن شاء الله غدي تشكروني عليها في التعاليق كان أحب بالتعاليق دي لكم إذن كين جوج مسائل الممكن أنكم ديرون كين العسل الأسود ما تسمعوش العسل الأسود ويصحابكم بلا راه هو العسل الحر غديمشون شروع العسل الحر بواحد 300 درام ولا 400 درام ولا ترى 500 درام لا العسل الأسود راه كين واحد النوع كيتباع وهو رخيص في الثامن وخار أنه عسل عادي وإنما كيسميهما يعني ما غيرتشو عند المحلات اللي كيبيعوا هاد الحويج هادو قولوا لهم العسل الأسود والمفاجأة أن ماشي غادي تشريوا كيلو غادي تشريوا نس كيلو لا رابعة ولا لا ممكن أنكم تشريوا سنتيمات يعني ممكن أنكم شريوا خمسة دراهم جوج دراهم ثلاثة دراهم يعني أنتم مخصكم تجبدو في هذك المحقانة يعني منك تحيدو لغليبرة باش تعطيوهم لهم في الفم ديالهم ممكن أنكم ديروا فيها جوز سنتيم جوز سنتيم كافية باش يتعافى الأرنب ديالك يعني إذا كانوا عندك واحد قاطع كبير ممكن أنك تشري مثلا واحد عشر دراهم عشر دراهم من العسل الأسود وتفرقوا عليهم كل واحد تعطيه في فمه جوز سنتيم ماشي تديرو في الماء ملا أعطيه مباشرة يبقى يلعق فيه ثم أكبوه لهم في الفم ديالهم صافي إن شاء الله يعني الهدية ديال هاد الحلقة هادية وهي العسل الأسود الناس اللي ما عندهمش إمكانيات وما قدروش أنه يشريوا العسل الأسود كذلك كين حل بسيط وبسيط للغاية وهو المعدنوس بكل بساطة معدنوس ممكن تشريوا القبطة بدرهم ولا بدرهم ونص حتى هو كيحيد هاد المرض هذا ما كيبقاش باتاتا الناس اللي غادي يسئون سئونه على الكمية نص قبطة الواحد يعني ممكن أنكم تشريوا قبطة واحدة وتعطيها الجوج ويمخصو الأرنبية كل من المعدنوس لا غير إلا مش هتكلم منه كونوا متأكدين أنها المعدنوس أو البقدونس باللغة العربية الناس اللي دياني ميصر ولا الناس اللي السورية ولا الناس اللي عندهم اللغة أخرى كراكي تسمى البقدونس كذلك المعدنوس ممكن أنكم تعطيوهم نص ربطة إيا كل منها باش ميدلوش إساءلات ممكن أنكم تشفوها ما تكون تساردة من الماء وتعطيوها له وراه هادك المعدنوس حتى هو بمثابة غسيل المعدة كيغسل المعدة ما كيخليش فيها هادك ولكن مش يتديروا المعدنوس أو تديروا العصر الأسود وتخليوا النقط اللي هضرنا عليها ديال المياه الجوفية مياه ديال الأبا ممكن أنكم توليس وعطيهم الماء خاص يعني تعمروا من شي روبيني من دينة وتجيبوه بشي بوديسة وتقوى تعطيهم من هادك الماء يعني ما تعطيوهمش الماء ديال اللي كتجفدوه من الأبا لا ممكن أنكم تخليهم ماء خاص لأنهم تجيبوه من منطقة أخرى وتعطيوه لهم هادك يعني احنا كنا نسميو الوقاية خيرون من العلاج إلى هاد الأخطاء داركناها وعطيناهم إما العسل الأسود هادك مباشرة كيداوي وحتى الناس اللي ما عندوش مش يشريوا لا 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 يعني ما كيش إمكانيات ممكن أنهم يستخدموا هاد القضياء ديال المعدنوس ماشي ماشي لا 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 يعني كينا كيقول القصبر وكي المعدنوس القصبر ما الديروش قصبرها قاتل قاتل بالنسبة للأرنب غادي تستعملوا المعدنوس إن شاء الله وغادي الله يجيب تيسير يعني حيدوا الأخطاء وعاد ديروا العلاج يعني ماشي شي واحد غادي يقول لرني درس العلاج وما أخدمش ضروري أنكم هادك العلاج كيغسل المعدنوس كيحيد هادك الحويج اللي تضربها الأرنب ولكن خاص يكون معاه الوقاية يعني تحيدوا الأشياء اللي كتتمردهم وعاد تديروا معه الوقاية إذن أنا كان صعب الحلقرة بمثابة هدية بالنسبة قاع المشاركين اللي عندي وتل اللي عاد الشارك الموضوع راه مهم مهم بزاف تل اللي ما عندوش هدى المشكل ديروا الفكرة فالرأس ديالكم ورا واحد النار غادي تحتاجوا هاد الفكرة مني نشوفوا الدول الدم ديال الانانيب البول عزاكم الله ديال الانانيب ديالكم ولا أحمر أو مائل الحمورة شحال موحد غادي تخلى هاد يقول بالله صاف وقعت شي حاجة أو لا را كين الحل بالنسبة لهاد الدم اللي كيرمي الانانيب كين البول الأحمر وكين الإجهاد الإجهاد هادكرا بوحده يعني باش ما تخلطوش الأمور كين لأنت الحامل مني كت تحدث لها الإجهاد هادكرا عملية إجهاد هادك ترمي الدم كيبالك دم أحمر أما البول المدمم كيكون هو بول ولكن اللون دياله مائل إلى الحمورة عمش ما تخلطوش الأمور منين تشوفوا هاد البول الأحمر ما تخلعوش را كين الحل هو هاد اللي يعطيتكم إن شاء الله الوقاية أولا ثم العلاج الوقاية يعطيتها لكم سنوية باش ما نطولش عليكم والعلاج توا راح نهضرنا عليه بجوش طرق بساطين بأرخف سامن إن شاء الله هناك نحاول لما نعطيكم يعني أدوية البسيطة اللي استخدموها الأجداد ديالنا وعطوها يعني على طبق من ذهب يعني بحق خراهم وممسك نتعبو لهذا المعلومات هذي ولكن إحنا غادي نطبقوها إن شاء الله ونطبقوها يعني بطريقة عصرية لماذا المهم أن تكون عندنا الفكرة في الرأس ما نخافوش من تربية الأرانيب وتكون عندنا حرفانا ودكاء في التربية ديال الأرانيب إذا الناس ما زال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناة غادي بالدعب ديالكم كنشكركم بزيف على التعاليق طيبة ديالكم ومرحبا بالتعاليق ديالكم أي واحد عنده شي مشكلة أنا كنرحب بالتعاليق ديالكم وكنجاوب عليها لاحظوا أنني كنجاوب عليها يوميا دعمونا بزر جم فاتنسوا ناس بزر جم تكيووا على زر الجرس وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله